إن شاء الله القادم أفضل ورغم افتقادنا لجهود أكتر من نجمنا اللي أصيبوا في هذه المباراة ويتم تجهيزهم وإعدادهم للفترة الجاية بدنيا وفنيا وطبيا وكل شيء لكن البودلاء على نفس المستوى العناصر موجودة وغنية جدا عناصر فنية رائعة مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر إن لم تكن الأفضل على الإطلاق إن شاء الله يدرها فيلر وجهازه بأفضل شكل ممكن ونشوف انطلاقها جيدة جدا بالأداء والنتيجة غدا في مباراة سموح اهتمام فيلر طبعا باللاعبين بيطمئن على ياسر إبراهيم نجم دفاع الفريق قبل المران المسائي اللي تم بالفعل اليوم واطمئن على اللاعب وحالته والتأكد من برنامجه العلاجي والتأهيل عشان يرجع إن شاء الله في أسرع مدى زمني ممكن وده خلال استعدادات الفريق اللي بتجري حاليا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراة الغد إن شاء الله أمام سموحة وكان ياسر إبراهيم طبعا شكوى وإصابته كانت في عضلة السمانة اجهاد في عضلة أو شد في عضلة السمانة خلال مباراة السوبر وبرنامج علاجي مكثف لتأهيل محمود متولي كمان من نجوم الدفاع ونجوم الفريق الجدد ومن أهم الصفقات اللي تم التعاقد معها أو إنهاءها في الفترة اللي فاتت نجم الدفاع محمود متولي وأداءه كان أكثر من رائع خلال ظهوره الأول مع الفريق محمود متولي بيتم تجهيزه وتأهيله إن شاء الله للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية وهو ما حدث أيضا خلال مباراة السوبر كمان الفوز وإنجازات النادي الأهلي وتفوقه كرويا على أفضل المنافسين في مصر مستمر مش بس على مستوى الفريق الأول على مستوى القطاعات الأقل عمرا أو في مراحل الناشئين والشباب شباب الأهلي بيفوز على الزمالك 3-0 في دوري الجمهورية مباراة أكثر من رائعة أدارها الجهاز الفني بقادر كابتن عمرا أنور فريق شباب الأهلي موليد 99 نجح في تحقيق ثلاثية نظيفة في مباراة جمعيته مع الزمالك في ملعب الزمالك في ميت عقبة ضمن الجولة التانية من هذا الموسم الأهلي بدأ المباراة بهذا التشكيل مصطفى شبير في حراسة المرمى فارس طارق عادل زنهم إبراهيم السيد محمد شكري محمد فخري أحمد السيد محمد مصير زياد طارق وليد مصطفى وفي الهجوم مصطفى فوزي وبهذا الفوز بيرفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط حقق في أول فوز له في هذا الموسم بعد التعادل في الجولة الأولى مع سموحة واحد واحد قبل ما يفوز اليوم على الزمالك بتلاثية نظيفة وبيضم الجهاز الفني لفريق موليد 99 الكابتن عمرا أنور مدير فني وياسر رجب مدرب عام وأحمد عبد الظاهر مدرب مساعد وإيهاب خميس مدرب لحراس المرمى وأحمد عيد مدير إداري أحمال والمسؤول عن التأهيل والقياسات الخاصة بالفريق الكابتن عمرا أنور بيقول شباب الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك بيقول المباراة كانت سجال فني بين الفريقين وأن الفريقين الأهلي والزمالك كلام على لسان كابتن عمرا أنور المدير الفني لفريق شباب الأهلي موليد 99 قال إن الفريقين قدموا أداء أكثر من رائع والمباراة كان فيها ندية وكانت سجال بين الفريقين لكن بيقول إننا استطعنا السيطرة على وسط الملعب والاقتراب أكثر أو تهديد مرمى المنافس فيه فترات أكبر من عمر اللقاء وأوضح أن الأهلي لحت له وظهرت له وتيحت له في هذا اللقاء خمس فرص محققة وفي المقابل لم يشهد مرمى أي خطورة بفضل الرقابة الضيقة والضغط المنظم مع الإيجابية أمام المرمى والتي ترجمت إلى ثلاث أهداف نظيفة في هذا اللقاء وأضاف الكابتن عمر أنور الأهلي قدم مباراة رائعة للغاية في الشقين الهجومي والدفاعي بفضل تركيز جميع اللاعبين طوال التسعين دقيقة والالتزام بتنفيذ خطة المباراة وتعليمات الجهاز الفني الكابتن حسام البدري بيستدعي خمسة من المحترفين من نجوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أكيد بنتمنى له التوفيق في مهمته في الفترة الجاية بعد تكليفه لإدارة الأمور كمدير فني لمنتخبنا الوطني الأول في الفترة القادمة